أحقاً كان صاحب هذه الشخصية حقيقياً؟ ولماذا اتخذه الرشيد واعظاً وصاحباً؟ وإن كان قد ولاه الحكم مكانه لسبب أخفاه عن الحاشية فما أسباب ضريبة الحمير وأتباع السيدات؟ عاش بين الناس دهراً يظنونه خيالاً وتحدث مجموعة من الناس عن عقله الذي يبحث عنه وتحدثت أخرى عن ملابسه التي ينفر منها الجميع بينما الحقيقة أن الرجل بالفعل شخصية حقيقية ترى من هو بهلول الشطاح ومواقفه العجيبة اسمه الحقيقي أبو وهب بهلول ابن عمر الصيرفي الكوفي نسبة إلى مكان مولده في الكوفة في العراق وبرغم الادعاءات التي انتشرت عنه إلا أن مؤرخي تلك الفترة أجمعوا على أن بهلول غاية في الزكاة كان أديباً وبارعاً عبقرياً لكنه كان أيضاً أشد قوة في التمثيل وحب كرحيل وعرف ببهلول الشطاح لشطحاته الغريبة عن المألوف حرفة بهلول في التمثيل أهلته إلى رسم صورة هزلية ولم يكن أمامه طريقة لذلك إلا عبر التمثيل فلقد كان الرجل الذي لا يريد مناصب ولا زينة الحياة الدنيا وكانت دعاء فقدان العقل أسلوبه لضمان استبعاده من المسئولية وهو في ذات الوقت لم يشأ أن يدخل في صدامات مع الحكام عاش بهلول زمن الخليفة هارون الرشيد واتخذ الخليفة أبا وهب أو بهلول واعظاً له لكن بهلول كان له قبول كبير لدى الخليفة الذي لا يرفض له طلباً سوى طلب واحد أصبح مساراً للجدل بين الخليفة والقاضي بهلول فماذا كان ذلك الطلب؟ صحيح أن الرشيد كان يدرك حكمة بهلول وصحيح أن الخليفة لم يكن يرفض مطلباً له لكن القاضي طلب منه في تلك المرة المستحيل لقد طلب منه الجلوس مكانه في الحكم فكيف كان رد فعل الرشيد؟ عارض الرشيد مطلب بهلول رغم أن بهلول طلب الحكم بشكل مؤقت وبعد ذلك وافق هارون الرشيد على أن يحكم بهلول مكانه يوماً واحداً لكن بهلول اتخذ قراراً كشف للخليفة خبايا لم يصر إليها قادته وحرسه وكشف أنه في ملك الرشيد مجموعة من الرجال أسموهم أتباع السيدات يخافون من زوجاتهم ويأتمرون بأمرهم في اليوم الذي تولى بهلول مسؤولية الحكم مكان الرشيد كان الرشيد يسير في حديقته ومعه شريكة عمره زبيضة لكن مشهد صعب رأه الخليفة حينما وجد بهلول يجر وراءه قطعاناً من الحمير فسأل الخليفة بهلول والزهول يعل وجهه من أين لك بقطعان الحمير هذه يا بهلول؟ وهنا كان الرد أشد وطأة على الخليفة صارح بهلول الخليفة بقراره الصعب الذي فرضه على المحكمين لأن بهلول حينما تولى مسؤولية الحكم جمع تحرياته سريعاً وقرران يفرض على كل رجل تتحكم فيه شريكة عمره ضريبة وهي حمار يدفعه للدولة وخلال الساعتين اثنتين جمع بهلول تلك القطعان لم يكتفي بهلول بذلك بل دبر خطة ورط فيها الخليفة نفسه قال بهلول للخليفة يا سيدي لقد رأيت السيدة في غاية الجمال بل هي أجمل من الشمس ومن القمر في ليلة بدريت ولما لمست جمالها تمنيتها أن تكون شريكة عمرك يا مولاي هنا ارتبك الخليفة وأخذ ينظر يميناً ويساراً وقال لبهلول عليك بخفض صوتك يا بهلول لا أريد أن تسمعنا السلطانة وهنا قال بهلول لهارون الرشيد هاتي حماريني ضريبة لأنك أمير المؤمنين ترجمة نانسي قنقر